إلى الأمس القريب كانت هذه الأراضي في مدينة قهى المصرية خضراء نظرة لكن المدى العمراني والبناء غير القانوني غيرها المشهد هنا فاليوم أضحت المزارع النظرة أثرا بعد عين واستبدلتها كتل إسمنتية عشوائية غاب معها كل ما كان ينبط بالحياة تم ردونيو برره المخالفون بحاجتهم لجدران تأويهم لا يسعفهم دي قدة اليد على بنائها في غير أراضيهم ولأنه حين يغيب الأمن تعم الفوضى لزاما كما يقال بلغ الجور على أراضي مصر الزراعية ذروته في السنوات الثلاثة الماضية حسب أرقام رسمية فحركات مصر الشعبية أدخلت البلاد في فوضى عارمة غاب معها القانون والرقابة فوضى تحولت معها أراضي مصر الخصبة حيث تاريخ الزراعة قديم قدم الإنسان فيها إلى أراضي مبور لكن الحكومة المصرية حدثت اهتمامها بهذا الأمر وتعهدت بعدم غطي الطرف عن أي تجاوز للقانون فالدولة اهترا في الأمر إفسادا لتوازن أحد أهم مداخل البلاد نبدأ فيه إجراء الرضع للعملية دي بمعنى أن ساعتك نقلز العقوبة على البنع الأرض الزراعية نقوم نحد من الزاهرة دي لأن ساعتك في الوقت يتجار الأراضي يبدأوا يشتروا الأراضي ويعملوا نظام سماسرة ويسواوا الأرض بأعلى أسعار لكن خبراء يقولون أن إزالة المباني المخالفة لن يحل مشكلة التراجع الرقعة الزراعية سريعا حيث أن الأرض تفقد خصوبتها خلال عملية إعدادها للبناء على نحو يجعل إعادة استصلاحها أمرا بالغ الصعوبة ما يعني أن أمن هذا البلد الغذائي الذي يرتبط بزراعتها في خطر حقيقي